اشتركوا في القناة ولي العهد الأمير مولاي الحسنية ترأس اليوم بمركز المعارض محمد السادس نهائيا نسخة السابعة من الجائزة الكبرى لصاحب الجلال الملك محمد السادس لتبوريدا المنظمة في إطار الدورة الخامس عشر لمعارض الفرس الجديدة ورئيسا لحكومة عزيز خنوش يمثل صاحب الجلال الملك محمد السادس في القمة التاسع عشر للفرانكوفونية ويجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمدول الغزواني ومع عدد من المسؤولين كما في النشرة أيضا المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادرامس بخصوص اتفاقيتين الفلاحة والصيد البحري مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة وفي النشرة أيضا وفد قبيلة ترقيبات المشارك في موسم المولى إدريس الأزهر بفاس بزيارة لضريح محمد الخامس أهلا بكم ضيفي لنشرة الليلة بإذن الله الدكتور سعيد بوشاكوك باحث ومهتم بالشأن العام السياسي أهلا بك لعودة معك في سياق هذه النشرة بإذن الله ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم السبس بمركز المعارض محمد السادس نهائيا نسخة السابعة من الجائزة الكبرى لصاحب جلال الملك محمد السادس للتبوريدة التي نظمت في إطارية دورة الخامس عشر للمعارض الفرس للجديدة تفاصيل مع بعثة الأولى مركز المعارض محمد السادس بالجديدة ووصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وفي مقدمة مستقبله مولاي عبدالله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس حيث استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت لسموه التحية الرسمية إثراء ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن كل من السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات محمد السديقي وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يونس السحيمي ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدية رئيس مجلس الدار البيضاء أسطات عبداللاطيف معزوز وعامل إقليم الجديد بالنيابة محمد سمير الخمليشي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ترأس إثرى ذلك نهاية النسخة السابعة لجائزة الكبرى لصاحب الجلال الملك محمد السادس لفن الفروسية التقليدية بوردة وهي المسابقة التي انطلقت بالموازاة مع فعالية معرض الفرس الجديدة في نسخته الخامسة عشر والتي عرقت على مدى أربعة أيام تباري ثمانية عشر من مختلف جهات المملكة هذا اليوم النهائي الذي تعرف فيه المسابقة مضاعفة النقاط المحتسبة للصربات المشاركة الحسم كان حليف صربة شرف البحراوي عن جهة مراكش آسفي والتي قدمت أداء كبيرا من خلال عروضها القوية منذ بداية المسابقات لتنال هذه الصربة لأول مرة لقب الجائزة الكبرى لصاحب الجلال الملك محمد السادس لتبوردة موسيقى 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 موسى موسيقى 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 صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ترأس مراسيم منح الجوائز لمقدمية صربات الثلاث المحتلة للصفوف الأولى في المركز الثالث صربت حميد صرفاق عن جهة مراكش أسفي في الصفة الثاني جاءت صربة جهة بن ملا الخنيفرة بقيادة المقدم بن خدة عبدالغني فيما توجى مقدم صربة مراكش أسفي بلقب هذه الدورة السابعة والأمر يتعلق بالمقدم شرف البحراء وبعد نهاية مراسم توزيع الجوائز على الفائزين أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الصربات الثلاثة المحتلة للصفوف الأولى قبل أن يغادر سموه مركز المعارض محمد السادس بالجديدة يمثل رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأيد في قمة التساع عشر الفرانكوفونية التي انعقدت على مدى يومين تحت شعار الإبداع والابتكار وريادة الأعمال باللغة الفرنسية وعلى هامش القمة كانت لرئيس الحكومة لقاءات ثنائية مع الرئيس الموريتاني ومع عدد من المسؤولين التفاصيل مع عبد الحميد جبران تشغيل الشباب عبر الإبداع والابتكار وريادة الأعمال موضوع شكل محور المائدة المستديرة لوفود الدول المشاركة في القمة التاسعة عشر للفرانكوفونية بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور رئيس الحكومة عزيز خنوش ممثلا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله كان الموعد مناسبة للاستعراض القيم التي يشاركها المغرب مع باقي الدول الفرانكوفونية حول أهمية الابتكار وريادة الأعمال كدعائم للتشغيل والتنمية الاقتصادية الجديد هذه السنة هو أن القمة وإلى جانب قادة وممثلية الدول صدفت أيضا الشباب لأول مرة هذا أمر مهم فلا يمكن التطرق لمشاكل الشباب دون إشراكهم في النقاشات ولأن الشباب معنيون بشكل كبير بمواضيع القمة تم منحهم الفرصة لإسماع صوتهم والمساهمة في النقاشات كما هو حال هذا الشاب المغربي البلجيكي الذي جاء بمشروع مبتكر حول ريادة الأعمال للشباب قدمت مشروعانيهم من التكار والإبداع داخل فضاء الدول الفرانكوفونية وهو أمر أساسي حقا فالشباب يشكلون نسبة مهمة جدا داخل البلدان الناطقة بالفرنسية لا سيما بالقارة الإفريقية ومشروعه يهدف لتنصيق تنقل الشباب المبدعين والمقاونين بين كل هذه الدول على هامش القمة كان لرئيس الحكومة لقاءات تنائية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني همت علاقات التعاون الوطيدة بين الرباط ونواكشوت كما كان لرئيس الحكومة لقاء آخر مع الوزير الأول البلجيكي أليكساندر دوكرو تناولت الروابط المتميزة بين المملكتين المغربية والبلجيكية ثم لقاء آخر مع وزير الإعلام اللبناني زيادة المكاري وهو ما يعكس عمق العلاقات المتميزة للمغرب مع سائر الدول الفرانكوفونية عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري والفلاح بين المغرب والاتحاد الأوروبي سارع الاتحاد الأوروبي عبر رئيسة المفوضية الأوروبية والممثل السامر للاتحاد الأوروبي بالتأكيد على القيمة الكبرى التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد مبرزين أن الطرفين نسج على مر السنين صداقة عميقة وتعاون متينا ومتعدد الأشكال وتتطلع إلى الارتقاء به إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة قرار أكدت المملكة أنها غير معنية بهبتاتا ولم تكن طرفا في هذه المسترة تقرير لغالي القرح العقد شريعة المتعاقدين مبدأ يرسخ من خلاله الاتحاد الأوروبي شراكته الاستراتيجية والمتقدمة مع المملكة المغربية ذلك ما أكده تصريح مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي تصريح يعد أعلى رد سياسي للاتحاد الأوروبي بعد صدور أحكام محكمة العد الأوروبية بشأن اتفاقيتين الفلاحة والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي قرار أعلنت المملكة المغربية أنها غير معنية به بشكل بات وأن المغرب لم يكن طرفا في هذه القضية اليوم كذلك الاتحاد الأوروبي هو أمام اختبار تاريخي اختياره كالمغرب كحسب التصريحات الرسمية عن المفوضية الأوروبية وعن المسؤول عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كذام المر يقولون رسميا على أساس عنه المغرب شريك أساسي ورئيسي للاتحاد الأوروبي هذا الملف ملف إقليمي يعني الأمم المتحدة المحكمة الأوروبية مؤسسة القضائية حول العالم دائما لها جانب من الحرية ولها كذلك استقلالة القضائية ونحن نحترم الشعوب وغير ملزمين بتنفيذ قرارات أوروبية لأننا لا نضوي تحت الاتحاد الأوروبي أذنين المغرب يخوض معركة ديبلوماسية على المستوى الدولي بجميع مكوناتها يقودها جلالة الملك بتأني وبحكمة وبتبصر وهذا ملف المغاربة كاملين كلها من موقعه اليوم نحن كالمدبرين كيف يقول لكم ديالشاء المحلي رأينا هو رأي الرسمي ديالحكومتنا بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجة أكد أن المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابر اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية وذلك بصفتها الشريكة للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية قرار محكمة العدل الأوروبية بالنسبة لي هو قرار متحيز قرار مسيس لا أعتقد بأن سيكون له تأثير سلبي على التعاون المتين ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لأن المغرب لها ثقل كبير وتلعب دور كبير جدا نحن كممثلين شرعيين لساكنة الأقاليم الجنوبية نندد بهذا القرار الجائر الذي في الحقيقة أولا يمس من السيادة المغربية قرار كذلك لم يأخذ بعين الاعتبار للمعطيات الحقيقية الموجودة على أرض الواقع أنتم تعلمون بأن هناك اعتراف متزايد بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية من طرف الحديد من الدول في الكثير من الدول في مختلف القارات وأولها أوروبا هذا القرار كما جاء في بلاغ وزارة الخارجية المغربية مشكورة واللي حقيقة كان بلاغ جد واضح وقوي هو قرار غير صائب وقرار لكي يبين على عدم انسجام الهيئة الأوروبية فيما بينها ولكي يبين أيضا أن محكمة العدل الأوروبية لها ميول ولو أن المغرب هو حقيقة غير طرف في هذه المسترة ولكن تبين الميول السياسي لمحكمة العدل الأوروبي واللي حقيقة نرى أنها لا تتابع تطورات ومستجدات القضية الوطنية ولا تتابع الحمد لله مكتسبات المغرب والديبلوماسيا النيرة لصاحب جلالة نصره الله وأيده نحن نرى بأن الحمد لله ونعلم جميعا والمسألة هذه ما فيها في حقيقة أي تساؤل أو أي شك أن الحمد لله الأقاليم الجنوبية المغربية عبرت عن طريق الانتخابات في جميع الحمد لله الاستحقاقات الانتخابية على رأيها وعلى شرعيتها واختارت منتخبها واختارت الحمد لله من يمثلها ومن يتحدث بإسمها وفي هذا الإطار تجدد المملكة المغربية التأكيد على موقفها الثابت إذا أعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية إذن كما أشرت لذلك في بداية النشرة معي ضيفا على نشرة الليلة الأستاذ أو الدكتور سعيد بوشاكوك باحث مهتم بالشأن العام السياسي أهلا بك أهلا إذن كما تبعنا من خلال الروبرتاج المملكة المغربية غير معنية بتا تم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر أمس بخصوص اتفاقيتين الفلاحة والصيد البحري والأمور واضحة ما هي في نظركم حيثيات هذا القرار وموقف المملكة المعبر عنه في بلاغ وزارة الخارجية بالأمس في البدل لابد من تقدم الشكر على دعوتكم الكريمة للحضور للمساهمة بالنقاش في هذا الموضوع المهم كما أنني أغتنم هذه الفرصة بمناسبة اليوم العالمي للمدرس أن أقدم لهم التحية والتهنية اعترافا وتقديرا لأن لولاهم لما استطعنا أن نكسب قدر معين من المعرفة والتقافة وآليات التهليل وجوابا على سؤالكم القيم أعتقد على أن قرار محكمة العدل الأوروبية جاء في سياق معين وسياق استثنائي لماذا؟ لأن الحيثيات التي اعتمدت عليها محكمة العدل الأوروبية وجانب الصواب وكذلك أنها تخرق في حديدتها متاق الأمم المتحدة أو قواعد القانون الدولي وخاصة المادتين الأولى والمادة 73 من متاق الأمم المتحدة وكذلك خرق سافر لمعاهدة ذين المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات وخاصة المادة 26 والمادة 27 التي تؤكد على أن لا يمكن لأي طرفين أن يعتمد كسند وكمرجعية القانون الداخلي للجواب على إشكالات دولية وأممية باعتبار أن موضوع قضية الصحراء المغربية هو حصرياً في يد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبالتالي فإن التوجه العام لمحكمة العدل الأوروبية لن ينتج أثاراً أو قاعدة إضافية في القانون الدولي أو اجتهاداً إضافياً في القانون الدولي باعتبار أن العودة إلى المؤسسات الرسمية للاتحاد المكون للاتحاد الأوروبي والتي يعنيها الموضوع مباشرةً هناك المفوضية الأوروبية وهناك المجلس الأوروبي أو البرلمان الأوروبي باعتبار أنهم الهيئات التقريرية والهيئات التنفيذية وكذلك أن الاتحاد الأوروبي من بين الآليات والمؤسسات هناك الممثل الأسمى والأعلى للسياسة الخارجية والأمنية وبالتالي فإن هذا القرار لا يعني المملكة المغربية في شيء باعتبار أنها لم تكن طرفاً ولم تشتشار ولم تسغ وبالتالي فإن قرار محكمة العدل الأوروبية هو موجه للمؤسسات الأوروبية التي استنكرت حيتيات هذا القرار نظراً لطبعه السياسي والحياسي كذلك يعتماده على سند واهي وبالتالي فإن محكمة العدل الأوروبية لم تفاجئنا وبالتالي فمصارها يشهد لها بمثل هذه القرارات الغير الصائبة وأعتقد على أن هناك رأي صناع القرار في أوروبا في حديدتها دائماً ينددون بهذه القرارات وأخيرها دولة بولونيا وبلغاريا التي استنكرت هذا القرار وبالتالي فإن الاستراتيجية أو الأساس وهو أن هناك وضع متقدم للمغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي هناك اتفاقيات وبالتالي تلزم الأطراف باعتبار أن التزام المبنكة المغربية مع مختلف الشركاء هو الذي ولد له ثقة ولد له ثقة لدى المنتظم الدولي وأصبح فاعلاً وقوة إقليمية واعلة وبالتالي فإن الدسائس والمؤامرات في العلاقات الدولية شيء طبيعي وبالتالي فإن العلاقات الدولية ليست علاقات شفقة أو صدقة أو إحسان كما يقول هونريكي سينجربا هي علاقة مصالح وبالتالي فإن اختيار هذا التوقيت لم يكن بالصدفة ربما يكون هناك تأثير على الدعمات الأساسية أو التحولات الكبرى التي يمكن أن يعرفها الملف وخاصة أن هناك تقرير للأمين العام المتحدة الذي سيُعرد في هذا الشهر وبالتالي أمام مجلس الأمن وبالتالي هناك تحولات استراتيجية كبرى خاصة اعتراف دولة فرنسا التي لها حق الفيتو وبالتالي فإن هذه التحولات ستكون لها بطبيعة الحالة تأثيرات إيجابية على الموقف المغربي نعم حول نفس الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء الأستاذ غالي الغيلاني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش ورئيس المركز الدبلوماسي الدولي أسعد الله مساءك بكل خير أستاذ غالي الغيلاني أن قرار المحكمة ينطوي على الكثير من المغالطات والعيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع ما هي أبرز ملاحظاتكم بشأن هذا القرار بادي أون دي بدء يجب أن نضع قرار لمحكمة العدل الأوروبية في سياقه القانوني والسياسي فأعتبره هو قرار سياسي من هيئة قضائية غير مختصة قانونا قرار صدر في إطار زخم ديبلوماسي في إطار مكتسبات للديبلوماسية الملكية التي حسمت هذا الملف وحسمت مسألة السيادة والاعتراف بالحكم الداتي من طرف أزيد من مئة وتسع دول باعتباره حلا يتمتع بالجدية والمصداقية والواقعية ثم أيضا قرار مجلس الأمن الأخير سبعة وعشرين صفر ثلاثة الذي أكد على مبدأ سمو مبادرة الحكم الداتي واصفا جهود المملكة المغربية بالجدية والمصداقية والرامية نحو التسوية فهذا القرار يمكن قراءته من الناحية القانونية باعتبار أنه قرار تشبه اختلالات قانونية عديدة ومتنوعة سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون أولا إن لا بد من التأكيد أن المملكة المغربية ليست طرفا لا من قريب ولا من بعيد في هذه القضية وذلك تطبيقا لمبدأ معروف من مبادئ القانون الدولي والاختصاص القضاء الدولي ألا وهو نسبية الآثار القانونية المترتبة عن الأحكام القضائية التي لا تلزم إلا من كان طرفا فيها ثانيا إن هذا القرار يشكل تطاولا من محكمة العدل الأوروبية على اختصاص مجلس الأمن باعتباره أعلى هيئة قانونية تقريرية تشرف حصريا على مسلسل التسوية هذا النزاع في إطار الفصل السادس من متاق الأمم المتحدة ثالثا إن هذا القرار أيضا يشكل خرقا لمبدأ معروف ولقاعد من القواعد الآمرة الملزمة في القانون الدولي العام وهو مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية رابعا إن هذا القرار أيضا يشكل انحرافا ليس فقط قانونيا بل سياسيا لأنه اعترف أو أضف على خصوم على تنظيم البوليزاريو صفة المحاور المفضل وهذا المفهوم هو مفهوم دخيل على قرارات مجلس الأمن التي تشير إلى هذا التنظيم باعتباره مجرد طرف من الأطراف هذه القضية إلى جانب الجزائر ست مرات سادسا إن هذا القرار أيضا يشكل خرقا لقاعدة مهمة وهي قاعدة القوة الملزمة أو العقد شريعة المتعاقدين في الاتفاقيات الدولية نعم إذن كما تابعنا هي خرقات عديدة أستاذ لنا عودة معكم في سياق هذه النشرة بإذن الله وقد عبر العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي عن تشبثها بالشراكة العميقة والاستراتيجية التي تجمع ولدان الاتحاد بالمملكة المغربية لنتابع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية في بيان عقب صدور قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتين الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية جددت التأكيد على موقفها الثابت لفائدة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتي تصب في مصلحتنا المشتركة حسب البيانة كما أكدت سنواصل العمل على خدمة هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة وأشارت الوزارة إلى أن بودابيست تدرس بالتفصيل قرار محكمة العدل الأوروبي بشأن اتفاقيتين الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائية البلجيكية جددت هي الأخرى تشبثها بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها جاء ذلك على حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي إكس عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتين الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة وجددت بلجيكا التأكيد على تمسكها بالصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها وفي هذا الصدد أعربت المملكة البلجيكية عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريلا حيث جدد المسؤولان التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعززها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كما جددت هولندا اليوم السابت التأكيد على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وذلك في عقاب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتين الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية على حسابها على موقع اكس نجدد التأكيد على تشبثنا الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤكدة ان هولندا تدعم التصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن قرارات محكمة العدل الأوروبية كما اكدت ايطاليا على الشراكة الاستراتيجية الأساسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وقال نائب ورئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاغاني على حسابه على موقع اكس الشراكة الاستراتيجية الأساسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما في ذلك في مجال الفلاحة والصيد البحري وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية في معرض تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيته الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية على أنه يجب على المحكمة الأوروبية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار أجدد التأكيد على ذلك خلال زيارة للرباط ترغب في تعزيز التعاون مع المغرب بشكل أكبر لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية موقف آخر ينضاف إلى جملة مواقف بلدان الاتحاد الأوروبي عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية وزارة الخارجية الفنلندية وعبر حسابها على منصة اكس تعرب عن دعمها للتصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين والممثل السامير الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقيته الصيد والفلاحة بين الاتحاد والمملكة مجددا تأكيد هذا البلد الشمال الأوروبي على التزامه القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كما أعرب نواب أوروبيون عن امتعاضهم من قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيته الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب معتبرين أن هذا القرار يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية عودة مع غالي القرح تتوصل ردود الفعل الأوروبية على القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيته الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وفي هذا الإطار أعرب نواب الأوروبيون عن امتعاضهم من قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيته الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب معتبرين أن هذا القرار يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية وكتب النائب الأوروبي الفرنسي ونائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي بالجمعية البرلمانية إفريقي للتحاد الأوروبي نيكولا باي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن محكمة العاد الأوروبية خضعت لمطالب إرهابي جبهة البوليساري وحول الصحراء ومست بالمصالح الاقتصادية الأوروبية والمغربية وانتهكت في الوقت ذاته الوحدة الترابية للمملكة المغربية من جانبه أكد النائب الأوروبي توماسا زيدو كوفيسكي عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي أن المغرب يظل الشركة الأكثر موثوقية في شمال إفريقيا والمخاطب الوحيد للتحاد الأوروبي في جميع القضايا السياسية والتجارية وحسب المتحدث فإن البوليساريو تشكل تهديد الاستقرار وأمن الجوار الأوروبي من جهته كتب النائب الأوروبي تيري مارياني إن هذا يوم الحزين بالنسبة لأوروبا مشيرا إلى أن جميع أدركان الصحراء المغربية باستثناء محكمة العدل الأوروبية أعود إلى ضيفي بالستوديو الأستاذ سعيد بوشاكوك كما تبعنا إذن الاتحاد الأوروبي تجدد التأكيد على التزامها بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب ما هي أهمية هذه المواقف بالسياق الحالي للحفاظ على هذه الشراكة والارتقاء بها؟ لابد من التأكيد على أن العلاقة التي تجمع المغرب مع الاتحاد الأوروبي هي علاقة استراتيجية ودات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية وبالتالي فإن المتتبع لمراحل التطور والمتقدم لهذه الشراكة والاستراتيجية بأبعادها المتعددة لا يمكن أن تتأثر بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي ليس له أطار قانوني ملزم من جهة ومن جهة أخرى أن القرار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وخاصة في المتغيرات الدولية يؤكد على تشبت المغرب والاتحاد الأوروبي بإضافة قيمة مضافة لهذه الشراكة وتعزيزها مستقبلا باعتبار أن الرأي العام الأوروبي له أثقة خاصة المستثمرين الأوروبيين في المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب كذلك هناك المبادرة الأطلسية الإفريقية ستكون حافز أساسي لإضافة استثمارات كبرى وهذا ما يدفعني دائما إلى القول على أن صناع القرار في الاتحاد الأوروبي يدركون جيدا أن العلاقة المتينة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تتأثر بأي شكل من الأشكال يمكن أن تكون هناك لحظة تأمل لحظة تقييم باعتبار أن هناك تضارب للمصالح أو التحولات الجيوستراتيجية التي يشهدها العالم ولكن التابت وهو السير قدما نحو إضافة مكاسب ومصالح على أساس قاعدة رابح رابح بين المغرب والاتحاد الأوروبي كذلك هناك العمل المشترك وخاصة في الجانب الأمني باعتبار أن الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي مرتبط بالاستثماء وهذا ما يجعل على أن الكون والجوهر لم يمس وبالتالي فإن قرار محكمة العدل الأوروبية دائما شبهته بلمولان دوبينوتشي بمعنى الصراب والهم وبالتالي فإن الأكيد على أن صناع القرار السياسي الأوروبي ومواقفهم الإيجابية المتتالية من مختلف الأطياف يعطي قيمة إضافية على أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتجهان نحو الطريق السليم وبالتالي فإن المكاسب المستقبلية ستكون أكثر إيجابية في الأشهر القريبة وبالتالي فإن العودة إلى طريقة الاتفاقية أن الاتحاد الأوروبي دائما يكلف خبراء من المفوذية الأوروبية لزيارة جميع المناطق المملكة المغربية لرؤية مدى الأثر القرار على الساكنة وبالتالي فإن الهيئة الخبراء هي التي تتكلف بتقييم المدى الجدوائية والأثر الإيجابية وبالتالي لو تضح للمفوذية الأوروبية أن هناك خلل أو هناك استغلال أو هناك سوء تدبير أو اختلال فإن الاتحاد الأوروبي هو المفوذية الأوروبي التي ستقرر على وقف هذه الاتفاقية بل العكس اليوم ستكون هناك اتفاقية في مجالات أخرى غير الفلاحة والصير البحرية ستكون هناك الصناعة والأمن السيبري والسياحة إلى آخره نعم أذهب إلى ضيفي بالدار البيضاء الأستاذ غالي الغيلاني لاحظنا أن هناك زخم أوروبي في التأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة ببلدان الاتحاد رغم القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية هذا يدعونا للتساؤل ما هي قيمة هذا القرار أمام المواقف الواضحة للاتحاد الأوروبي كمؤسسة وبلدان للاتحاد أيضا بعدما رسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملامح جيل جديد من الدبلوماسية تتسم بالحزم والعزم بالواقعية والمصدقية والبراغماتية جعلت من المملكة المغربية شريكا لمصدقية موطوقا على المستوى الإقليمي والقار الإفريقي والدولي والأممي فإن هذا القرار لا يمكن هذا القرار أن يقوم بتقويض المكتسبات الدبلوماسية من خلال اللجوء إلى الآليات القضائية والقانونية على اعتبار أن مسألة الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء والتي اعترفت بها دول وازنة في أوروبا كفرنسا وإسبانيا ومبادرة الحكم الداتي الدات الواقعية والمصدقية والموثوقية سواء من طرف ألمانيا بلجيكا والدنمارك وفنلندا والنمسا والسلوفينيا وغيرها لاحظوا معي أن هناك دول متعددة من جنوب أوروبا من شرقها من غربها من شماليا هذا لا يمكن للطعم في قرارات دات الطبيعة السيادية وهذا معروف في القانون الدولي العام أن مسألة الاعتراف تعتبر مسألة دات طبيعة سيادية محصنة من أي طعن قانوني أو قضائي واحد ثانيا إن الاتحاد الأوروبي يلاحظ من خلال هذا القرار أنه لا زال يعيش أزمة أزمة منظومة اتخاذ القرار خصوصا فيما يتعلق بتدبيره لملف السياسة الخارجية ثالثا إن الاتحاد الأوروبي سواء تعلق الأمر بمؤسسات التي تشرف على علاقته متعددة الأطراف أو على المستوى التنائي الأطراف أجمعوا على أن العلاقة مع المملكة المغربية هي علاقة ذات بعد استراتيجي أي بعيدة المدى ثم أن هذه العلاقة تتسم بالعمق وتشمل عدة مجالات وهذا اعترافا بأن المملكة المغربية هي قطب أمني ومحرك للنمو والتنمية بل هي بوابة لأي قوة إقليبية أو دولية لولوج إفريقيا والنقطة الأخيرة وهو أن المملكة المغربية وفق الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة رسمت خطوط عريضة في تجاوز شركاء التقليديين بل أبرمت اتفاقات شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية مع قوى في آسيا كالصين والهند وتركيا وروسيا أيضا التي أبرمت معها اتفاقية تمتد اتفاقية في مجال الصيد البحري تمتد نطاق تطبيقها الأقاليم الجنوبية وبالتالي فالمملكة المغربية الآن هي مملكة تتبنى سياسة تعدد الشركات نعم أستاذ الغيلاني كما نعلم أن قضية الصحراء المغربية تتم مع معالجتها في إطار المسلسل الأممي هل محكمة العدل الأوروبية أغفلت ذلك أم تدخلت تدخلا سافرا غير قانوني في غير اختصاصها وولايتها فعلا كما سبق للذكر إن محكمة العدل الأوروبية مع الأسف خرقت ليس فقط القانون الدولي العام بل خرقت أنظمتها الداخلية أولا من حيث القانون الدولي العام خرقت مبدأ معروف وهو مبدأ سمو الإختصاص الدولي للمؤسسات الأممية على اختصاصات المؤسسات الإقليمية جوج أن هذا القرار أيضا خرق قرارات مجلس الأمن المتوالية والتي تؤكد على أن الأمم المتحدة تشرف حصريا على هذا الملف ثالثا إن على المستوى الداخلي أو على مستوى الأنظمة الداخلية للمحكمة العدل الدولية المحكمة العدل الأوروبية عفوا فقد خرقت قانون أساسي وهو أن لا يمكن الرفع دعاوي أمام المحكمة العدل الأوروبية إلا من طرف الأشخاص المعنوية أو الداتية الأوروبية وهذا قاعدة تعتبر قاعدة من قواعد الآمرة داخل أنظمة هذه المحاكم ولكن على العموم المملكة المغربية والديبلوماسية الملكية رسمت خطا أحمر لا يمكن تصور أي اتفاقية أو معاهدة مع المملكة المغربية سواء كانت تنائية الأطراف أو متعددة الأطراف لا تحترم الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية لأن قضية الصحراء بالنسبة للمملكة المغربية هي قضية وجود وليست قضية حدود نعم شكرا لك الأستاذ غالي الغيلاني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش ورئيس المركز الدبلوماسي الدولي على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء وقد جددت فرنسا أمس عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتين الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التأكيد على تشبثها الراسخ بشركتها الاستثنائية مع المغرب وعزمها على مواصلة تعميقها وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا وأكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم خاصة الاقتصادية والحفاظ على مكتسبات الشراكة في إطار احترام القانون الدولي وكما أوردنا في نشرة أمس وزير الشؤون الخارجية الإسباني خسيمانويل الباريس أكد أن احترام حكومة بلاده لقرار محكمة العدد الأوروبية المتعلق باتفاقيتين الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مدافعا في نفس الوقت عن الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية ومؤكدا إرادة الحفاظ عليها لنتابع التصريح لا بد من التأكيد على أن ما يبرز في هذه المسألة هو أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي والمغرب وإسبانيا بطبيعة الحال فهذه الشراكة لها مزايا لكل الأطراف ومكنت قطاعي الصيد البحري والفلاحة من أرباح مهمة إذن هي علاقة شراكة مبنية على حسن الجوار ونؤكد إرادتنا الكاملة للحفاظ عليها ونلتزم باستمراريتها والعمل مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة تطويرها وجعلها شراكة متميزة أما بخصوص ملف الصحراء المغربية فالقرار الإسباني الذي اعتبر المبادر المغربي للحكم الدات التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ودات المصدقية لحل النزاع حول الصحراء والتي تم نها البيان المشترك المغرب الإسباني في السابع من أبريل 2022 هو قرار هام ويؤكد الإرادة المشتركة للحفاظ على هذه الشراكة إضافة إلى الخطوة الهامة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي اعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية كل هذا نتاج علاقة جيدة للاتحاد الأوروبي مع المغرب وبالتالي فالكل مدعو للحفاظ على مكتسبة هذه الشراكة أستاذ سعيد كما سبعنا إذن زخم دولي داعم لقضية الصحراء وانتصارات كبيرة حققتها المملكة المغربية على مستوى الاعترافات والقصريات والدعم الهائل لمشروع الحكم الذاتي أين يمكن تصنيف هذه القرارات المنفردة والمناوئة؟ في البدل أبدأ من الإقرار بأن هناك دعم دولي لمبادرة الحكم الداتي كمقترح لإنهاء هذا النزاع المفتعل المبني على التوافق والعملية السياسية وبالتالي فهو يستمد روحه من القانون الدولي والتجارب الدولية المجاورة وبالتالي فإن الخيار الدولي اليوم يتجي نحو الخيار الوحدوي باعتبار أن كل ما كانت هناك تزيئات هناك تهديدات أمنية وبالتالي هناك عدم استقرار وبالتالي يمكن أن تكون بؤرة للإرهابي والتطرف والتوترات التي نحن في غنى والعالم اليوم يدرك على أن شمال إفريقيا أو الوحدة الإفريقية المدخل الأساسي فيها هو وحدة المغرب وسيادتها على جميع طرابه وبالتالي فإن المتتبع للتأييد الدولي المتزايد هو من قيمة وطينات الدول التي تؤكد على هذا الموقف فمثلا عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية إذن قوة عالمية عضو في مجلس الأمن هو الذي يضع صياغة التقرير نؤكد كذلك فرنسا بالتالي عندها دولة لحق الفيتو وبالتالي قوة اقتصادية في المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى الأوروبي وبالتالي فإن موقفها كان جريئا باعتبر أن فرنسا تبنت هذا الموقف الداعم للسيادة المغربية والدفاع في جميع المنتديات وبالتالي فهي نقطة إيجابية كذلك ألمانيا ثم إسبانيا ثم هولندا إلى خير وبالتالي فإن هذا التأييد المتزيد لا بد أن يخلق لنا حالات مارقة وشادة سواء من أطراف ظاهرة أو أطراف خفية وبالتالي فإن المنتظم الدولي أدرك ذلك وخاصة القرارات الأخيرة الذي يؤكد على أن هناك مسؤولية تاريخية للززائر في استمرار هذا النزاع نظرا لغايات خفية يعلمها الجميع وبالتالي فإن التابت والمتأكد على أن مستقبل الصحراء في السيادة المغربية وبالتالي فإن نعود دائما إلى موقف فالسوم 2007 الهولندي فالسوم المبعوث الذي أكد على أنه لا يمكن خلق دولة جديدة وبالتالي فإن خيار الانفصال سخيارا واقعيا كذلك أن هناك تطور في القانون الدولي حول مفهوم وما هي تقرير المصير باعتبار أن هناك أشكال جديدة لتقرير البصير وخاصة مبنية على الديمقراطية والبناء التنموي وبالتالي فإن الوضع اليوم مريح جدا وبالتالي لا بد من عمل النجاد وبالتالي يجب استثمار التمتليات الدبلوماسية المتواجدة في الأقالم الجنوبية لتعزيز هذا الصف الوحدوي وكذلك الفاعل في هذه المنطقة بمختلف أصنافهم فاعلا سياسيا أو نقابيا أو مدنيا أو متقفا أو إعلاميا أو اقتصاديا وبالتالي يؤكد على أن المنصة ديال الأقالم الجنوبية واستمرار العملية التنموية والبناء الديمقراطي ستضحد كل المزاعم الواهية والوهمية التي يفتعلها الخصوم بطبيعة الحال لأغراض ضيقة وبالتالي فإن المنتظم الدولي أصبح واعي أكتر وبالتالي يجب هناك بدل مجهود لخلق رأي دولي عالمي ينصت إلى المنطق ديال الحكمة والتبصر وبالتالي فإن التهديدات الأمنية الخفية أصبحت في هذا العالم المتحول الذي لا نعرف مصيره وبالتالي لا بد من التأكيد على أن هذا الدعم الدولي يجب أن يواكبه توطيط جبهة داخلية وحدوية تنبني على الشراكة والمشاركة والمواطنة لعودة معك في سياق هذه النشرة بإذن الله من الداخل نرصد لردود الفعل المهنيين في قطاعي الصيد البحري والفلاح على قرار محكمة العدل الأوروبية السالك بجدور محمد يدس قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاح وبالرغم من أن المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضية وتعتبر نفسها غير معنية بتاتا بهذا القرار فقد عبرت عديد الفعاليات بالأقاليم الجنوبية عن شجبها وعن وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في موقفها الرسمية نعتبر هذا القرار بالنسبة لنا قرار مجحف ولا يخدم الشراكة الاقتصادية ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي ونحن كفاعدين ننظر أننا نحاول أن المحكمة تتعود النظر في هذا القرار الذي كما نقول أنه غرار غير صائب وأنه أجندة أخرى ونحن بطبيعة الحال يبقى أي شراكة بدون سيادة مغربية وتحت السيادة الملكية لصاحب الجلال الله ينصره كان نعتبرها شراكة غير صالحة ونطالب أننا نعادة النظر في هذا القرار بالنسبة للقرار الذي تأخذت المحكمة العليا العروفية هو في الدرجة الأولى نحن لا نعلم بها أي علاقة هو مسألة تتعلق بهم هم أولا والمغرب لم يشارك ولن يشارك في هذه الاجتماعات التي لم يدخل والمتدرر الأول هم الأوروبيين حد ذاتهم إذن هم اللي يدرجوا ويدور يراجعوا مواقفهم قضاعتهم اللي حكم ذاك الحكم الكثير منهم فات رفضوا قالوا أنه غير ملتزم به لا بالنسبة لأسبانيا وخذ علىكم اسمعته حكومة اندلوس ولا بالنسبة لفرنسا ولا بالنسبة لبعض الدول اللي قالت أنها غير ملتزمة بذلك القراءة احنا على كل حال امورنا ما شاء من احسن الى احسن والمواطنين ما هم لا يتأثروا المغرب عنده كثير من البواب اللي لا الصيد ولا فيلاحتوا عندها مطلوبة في كل مكان وفي كل بلد والمواطنين اللي مستثمرين هون خصصا في الأقاليم الجنوبية هم أولاد الداخل أولاد العيون أولاد المناطق الجنوبية هم الأول المستثمرين والدولة لا يتبقى واقفة معاهم وتعوض لهم عن اللضاء لهم كاملين ولا لا يتأثر حد منهم ولا لا ينقطع لحد خلاص ولا ينقطع لشيء بأذن الله الفعاليات بالأقاليم الجنوبية اعتبرت أن القرار ينطوي على عديد من التقديرات والأخطاء في التقييم ويتعارض مع التطورات التي يشهدوا هذا الملف على الصعيد الدولي مع المواقف التي عبرنا عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها احنا اليوم بكثير من الدهشة والاستغراب تلقينا في غرفة الصيد البحر للأطلسية الجنوبية قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتين الفلاحة والصيد البحري الذي جاء محملا بكثير من المغالطات والتأويلات الخاطئة والمنحازة منطلاقا من البيان الذي أعلنا عنه في غرفة الصيد البحر للأطلسية الجنوبية والذين طالبوا من خلاله المجموعة الأوروبية عدم الانحراف عن المسار الصحيح والذين تجسدوا في كون المملكة المغربية شريك أساسي ومثوق لا يمكن بأي شكل من الأشكال لانتقاس من السيادة الوطنية للمملكة أو التشكيك فيها إن مثل هذا القرار لن يزيدنا إلا إسرارا على التمسك المتين بالبيع لصاحب جلالة نصره الله وأيده ولن يزيدنا إلا تأكيدا على سيادة بلادنا ووطننا من طنجة إلى القهرة وترى الفعاليات بأن الزعم ببطلان اتفاقيتين هو تفسير قانوني خاطئ وأمر يفتقر وعملي لأي منطق كما تعبر عن أسفها الشديدة عن كون الأثر الوحيد لهذا القرار هو حرمان ساكنة المناطق الجنوبية من مزايا اتفاقيتين المذكورتين ومن الأفضليات التعريفية التي تتيحانها إذن كما تتبعنا الأستاذ سعيد ردود فعل دولية وكذلك ردود فعل من داخل الأقالم الجنوبية قراءتكم بهذا الصدد من خلال الربورتاج يمكن أن أكد على أن القرارة الأولية للنخاب المحلية تبرز الوعي بالموقف الوحدوي والخيار الوحدوي والمسيرة التنموية التي تشهدها الأقالم الجنوبية وكذلك أن المهنيين بالأخص واعون بأن الخاسي الأكبر في هذا القرار للمحكمة العدل الأوروبية وهي أوروبا في حديدتها والدليل على ذلك وأنه الذي يطالب بضرورة توسيع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب هم الفاعلون الاقتصاديون الأوروبيون وبالتالي فإن تعدد الشراكات التي فتحت الدبلوماسية المغربية بتبصر وحكمة من الرؤية الملكية تؤكد على أن هناك بدائل للسوق الأوروبية وبالتالي فإن الفاعل في المغرب سيكون له خيارات متعددة أولا تحمي مصالحه وتراعي التوجه البرغماتي باعتبار أن الرأس المال يجب أن يكون له مكاسب ومنافع وبالتالي فإن السوق الأسيوية مفتوحة كالصين روسيا الهند كوريا الجنوبية كذلك السوق للأمريكا اللاتينية وكذلك السوق الإفريقي وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي مقتنع ولذلك سارع بالتنديد والاستنكار وتشبته بشركة مع المغرب وبالتالي مستقبلا المغرب سيتفاوض مع الاتحاد الأوروبي من موقع قوة بدعامة من المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين التي تعرفهم للمنطقة وخاصة فئة الفاعل السياسي الذي يؤثر على صناعة القرار الذي له شرعية تمتيلية تتمد على الانتخابات كآلية من الآليات البناء الديمقراطي نعم شكرا لك الدكتور سعيد بوشاكوك باحث ومهتم بالشأن العام السياسي على كل هذه التوضيحات شكرا بالرباط قام وفد الشرفاء رقيبات المشارك في موسم المولى ادريس الازهر بفاس بزيارة ضريح محمد الخامس حيث تم الترحهم على روحي فقيدي الأمة الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ترهما تفاصيل زيارة مع محمد ترزيص الحرق بونا في اسبع وفد الشرفاء الرقيبات وفي ختام زيارتهم لموسم المولى ادريس الأزهر وزيارة ضريح مولى ادريس الأكبر ومولى اسبعيل قاموا بزيارة ضريح محمد الخامس بالرباط حيث كان في الاستقبال مساعد محافظ الضريح وتميز هذه الزيارة بقراءة الفاتح على روحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني والدعاء لهما بالرحمة والمغفرة كما تم رفع وقف الضراعة الى البار عز وجل بان يحفظ امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ويديم عزه ونصره ويقر عينه بولي عهد صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن وان يشد ازره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد وسائر افراد الاسرة العلوية الشريفة ومجددين الى مقامه العالي ايات الولاء والاخلاص ومقدمين اسما فروض الطاعة للسدة العالية بالله اليوم في ختام زيارة هذا الضريح اللي كنا نستفتح ليه ونوقع في الديفتر الذبي ختم ذات زيارة اللي ناجح بكل المقاييس اللي جوا في المنقبائل الشرفان الرقيبات كانوا يصولوا الرحيم مع ابني عام أموتهم في فاس وفي مكناس وفي مولايدري الزرهون واليوم يختتموا هذا عند جدهم اللي هو بين عمهم جلالة الملك محمد الخامس وصنوه حسن الثاني ونطلبوا النصر والتمكين لجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في محطة الساسية عندنا عند ريح محمد الخامس اللي ترحم على محرر البلاد ومحدها محرر البلاد ومحدها محمد الخامس والحسن الثاني رحمهم الله واليوم نقف في اليوم الثالث من الزيارة على قبري الملكين العظيمين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني اللذان شهدت في عهدهما المرحلة من تاريخ صحراء تطورات مهمة والتحاقها بالوطن الأم من جيش التحرير للمسيرة الخضراء هذا التتويج كذلك لتجديد البيعة من جديد زيارتنا اليوم لمحمد الخامس للحسن الثاني زيارة زينا مهمة حتى وردنا الدعاء لهم الله يزيزهم إن شاء الله عنا خير وهذا كامل فضل يرجع لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وإيده وفي ختام هذه الزيارة وقع ممثل وفد الشرفاء الرقيبات في الكتاب الذهبي للضريح نيابة عن وفد الشرفاء زيارة ضريح محمد الخامس من طرف الشرفاء الرقيبات تأتي لتأكيد الروابط التي تربط الشرفاء بلاقالم جنوبية بالملوك العلوين وتجندهم الدائم وبيعتهم لإمارة المؤمنين من الرباط محمد الترزي الصالح الرقيبي ونافع السباعي لقناة العيون بعد زيارتهم لضريح محمد الخامس بالرباط حضر وفد الشرفاء الرقيبات المشارك في موسم المولى إدريس الأزهر حفلا ختاميا أقيم بسلة تم خلاله التأكيد على أهمية مثل هذه الزيارات السنوية وأدوارها في التواصل وصيلة الرحم كما أكد أعضاء الوفد باسم الشرفاء الرقيبات تجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين سليلي الدوحة المحمدية الشريفة وختم الحفل بالدعاء الصالح للملك محمد السادس نصره الله وأيده تحت إشراف الأكاديمية التجاوية لتربية وتكوين لجهة العيون الساق الحمراء نظمة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببجدور النسخة الأولى للملتقى الإقليمي لمؤسسات الرياضة بمشاركة أزيد من 84 مشاركاً ومشاركة بريقنا العرصي ومحمد شار إرساء المواكبة بمؤسسات الرياضة عبر تملك مبادئ التسهيل والتيسير وتعزيز الالتقائية بين مختلف البرامج الإصلاحية بمؤسسات الرياضة وتحويل الكفايات التدبيرية بين مؤسسات الرياضة وتشجيع وتحفز الفرق التربوية لمؤسسات الرياضة والمبادرة الخلاقة وترسد الممارسات الجيدة أهداف من بين أخرى تحقيقها سيرفع من جودة التعلمات الأساسية وتعزيز الإبداع والابتكار في بيئة تعليمية تحفز على التفوق والتميز والذي نطمح من خلاله إلى خلق شبكة لطبيعة حال يعني تنزيل هذه البرامج ثم كذلك يعني ترسيد ممارسات الفضلة وكذلك التجارب الناجحة داخل المؤسسات التعليمية من أجل التقاسم ثم كذلك البحث عن حلول مبتكرة ومبادرات خلاقة من شأنها أن تساهم في تنزيل مضامين خارطة الطريق والتي لها طبيعة الحال هدف والأساسي وخلق نوع من الأثر على مستوى التعلمات الأساس ثم كذلك نوع من يعني تشجيع قيم المواطن داخل المؤسسات التعليمية هذا المتقل الذي نضمن فيه العمل على تتبيت مشروع الرياضة داخل المؤسسة التعليمية البتدائية والإعدادية هذا التتبيت الذي يرافقه مجموعة التي نلامس بها التطور الحاصر في المنظمة على المستوى الوطني الجهوي وأيضا الإقليمي وفي هذا الإطار اجتمعت ثلة من التربويين على المستوى الإقليمي في إطار عمل جماعي من أجل الاجتماع من أجل أيضا المناقشة من أجل أيضا العمل على تبلورة أفكار جديدة لبسط التصور الهام لمؤسسات الرياضة الملتقى الإقليمي لمدارس وإعدادية الرياضة عرف تنظيم ورشتين أطرهما الأساتذة الحاضرون والمختصون حول مشاركة الأسر في تتبوع تمدرس أبنائهم ومشاركة المجتمع المدرسي في تفعيل مشروع المؤسسة المندمج ورشات كانت فرصة للحوار والنقاش في إطار التنسيق وتذليل كل استعار التي تعترض التنزيل الأمثل لمشروع الرياضة مساهمتي خلال هذا الملتقى الإقليمي للرياضة بالبوش دور كيدور حولها تيسير ورشة مشاركة الأسر في تتبوع تمدرس الأبناء ديالهم واللي الهدف ديالها بالأساس هو جعل الأسرة في عمق وصلب التحول التي تعرفون المدرسة المغربية من أجل المشاركة والمساهمة في تتبوع ديال وليدات ديالهم اللي هم تلمداد داخل المؤسسة التعليمية وبالتعلي تحقيق النتائج اللي بغيناها وهو النجاح ديال الوليدات دائما بالتمييز وفق القواعد اللي ترسمها مؤسسات الرياضة نحن اليوم نشارك في الملتقى الإقليمي المنظم يتعرف المدير الإقليمية للطربية والتعليم بوش دور يندرج هذا اللقاء هذا في إطار تقاسم تجارب في مؤسسة الرياضة وأيضا المواكبة المستمرة لمدارس الرياضة التي تعرفها يعني الحمد لله يعني كالسانة ثانية يعني عرفت مجموعة من النقاط الإيجابية الملتقى اليوم كان فرصة لتدارس كل الاستراتيجية الجديدة مقاومات مدارس الرياضة ما جاءت به هذه المنظومة أو هذا المشروع الجديد الذي يخدم دائما الصالح العام الذي هو نوات الأساسية للمجتمع المدرسي الذي هو المتعلم كمشاركة في ملتقى الإقليمي لمدارس وإعداديات الرياضة التي تنهض من أجل تحسين جودة التعليم وتقاسم معلومات ما بين الأساتذة ملتقى مدارس وإعداديات الرياضة في طبعته الأولى المنظم تحت شعار المواكبة رافعة التحول نحو الرياضة فتح النقاش حول أجراءة العمليات المرتبطة بمشروع الرياضة وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية واعتماد القرب في التأثير عبر التواصل الإيجابي بين مختلف الفاعلين في المجتمع المدرسي واحتفالاً باليوم العالمي للمدرس والذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة نظمت ثانوية الفتحة التأهيلية بالداخلة حفلاً تكريمياً على شرف الأطر التربوية بهذه المؤسسة عرفاناً بجليل الخدمات التي قدموها لهذه المؤسسة العلي حموميد ومحمد يدس الخامس أكتوبر من كل سنة مناسبة سنوية للاحتفاء بالمدرس وفرصة لتقييم الجهود المبذولة للارتقاء بالمدرسة المغربية وتحسين مردودية المتعلمات والمتعلمين وتخليداً لهذه الذكرى نظمت ثانوية الفتحة التأهيلية بالداخلة حفلاً تم من خلاله تكريم عدد من أطر التدريس بهذه المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي المدرس أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأطر هيئة التدريس على المستوى الوطني بصفة عامة وعلى المستوى الإقليم بصفة خاصة أيضاً أتقدم بالشكر لنادي لجند من أجل تنظيم هذا الحفل التكريمي لأطر هيئة التدريس بتنوية الفتحة التأهيلية ونتمنى التوفيق لجميع الأطر من أجل تبليغ الرسالة التي نشترك فيها وهي العمل على الرقي بالمنظومة التربوية وبالمستوى التعليمي والمعرفة التلميذات والتلاميين اليوم في إطار تفعيل حياة المدرسية بالمؤسسة قام النادي البيئي ونادي الإنجليزية بالاحتفال باليوم العالمي للمدرس كعربون شكر وتقدير للأساتذة المؤسسة العاملين بها ومن هذا المنظر نتوجه بالشكر لجميع أساتذة تلجيها بهذه المنطقة صراحة في هذه الأمسية السعيدة ولحظات صراحة لحظات مليئة بالفرح والبهاء وفي أمسية صراحة نراقية بالقيم الإنسانية السامية والنبيلة التي نكرم فيها رفقة زملائنا وإخواننا وأصدقائنا الذين نتقاسم معهم همومة هذه المهنة صراحة تعجز الكلمات عن التعبير حتى وإن امتلكت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق من الكلام سواء نثرا أو شعرا فشكركم وتقديركم على العناية والاحتفال بالمدرس في يومه العالمي بهذه الحلة وبهذا البهاء والبهجة صراحة تجعل القول يقف عاجزا ومقصرا عن التعبير فلكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام على دعمكم التفاتة كريمة من الأطر التربوية تنطوي على دلالات رمزية التقدير والاعتبار لكل من أثبت أنه على قدر عال من الالتزام والمسؤولية والتفاني والإخلاص في العمل الخامس من أكتوبر موعد سنوي للمنتظم الدولي لإحياء احتفائه بالمدرس محطة لإبراز مكانة المدرس وأدواره في تربية وتنشئة الأجيال وهي مناسبة أيضا لتسليط الضوء على صعيد المملكة على تدابير الارتقاء بوضعه من خلال خطط الإصلاح منظومة التربية والتكوين من جريميم بورتري لحافظ محضار ومحمد مشنان بكل مسؤولية وما يقتضيه الواجب المهني باشر الأستاذ محمد مهمه التدريس بشكل اعتيادي بهذه المؤسسة الثانوية حيث يكرس جهده لتطوير وتنمية معارف المتعلمات والمتعلمين في مجال علوم الحياة والأرض حلول يوم الخامس من أكتوبر كمناسبة أممية تحتفي من خلالها المنظومة الدولية بالمدرسة موعد لتصلت ضوء على مكانة الأستاذ ودوره المحوري في منظومة التربية والتكوين دور المدرس في المنظومة التربوية هو دور محوري ودوره يتجاوز نقل المعارف المعلومات إلى المساهمة في تكوين شخصية المتعلم شخصية متشبعة بقيم المواطنة قيم الدينية والهوية المغربية فمدرس القرن الواحد والعشرين هو مدرس محفز للمتعلمين مواكب منشط يشكل حلقة وصل بين المدرسة والأسرة باعتباره الذي يتواصل مع أولياء وأباء أمور تلميذات وتلميذ هذه المنازمة سنوية محطة لتقييم جهود الارتقاء بالمدرسة المغربية ومحورها الأساسية المدرسة وتدابير تحسين مرضودية المتعلمات والمتعلمين وتقاسم الخطوات الإصلاحية للمنظومة التربوية هذه الدكرة هي رمزية وهي أرد العرفان لهذه الفئة وهي المدرس لما يقوم به والمجهودات التي يبدلها وبأنه الأساس لها العملية التعليمية التعليمية وبالتالي كأن ديروا لدينا ما سنفوش هذه الفئة الحق المديرية الإقليمية بيقلمين تتم وتنوين بالمجهودات الجبارة التي تبدلها هذه الفئة والتي تجلت وتتجلى من خلال نتائج المحققة على المستوى الجهوي وكذلك على المستوى الوطني سواء تعلق الأمر بالنتائج الدراسية أو بالنتائج مشاركة المديرية الإقليمية في العديد من المسابقات الوطنية الخامس من أكتوبر إذن يتمدت المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو كيوم عالمي للمدرس اعترافا بدوره في تربية الأجيال وتلقنها خطواتها على درب العلم والمعرفة إلى جانب تملك القيام النبيلة التي يتأسس عليها المجتمع نصل إلى الورقة اليومية الخاصة بأحوال التقس ليوم غدا إن شاء الله والتي تشير إلى أن الأجواء عموما ستكون صح ودرجة الحرارة نستهلها من مدينة الرباط وثمانية وعشرين درجة 24 درجة بسي دي إفن 28 قليميم 37 أس 38 زاك 24 طنطان 26 درجة بالطرفاية 33 سماء 30 درجة بالعيون 33 درجة بقراء 26 درجة ببجدولة 32 درجة بقلتة زمور 34 مضرقة 26 داخل أو سرد 38 درجة 25 درجة بالقوة حالة البحر بالواجهة الأطرسية قوية الهيجان لها إجعل العموما وشرق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة السابعة 49 دقيقة من الغروف سيكون على الساعة السابعة 35 دقيقة درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلاد 26 درجة بنواد 30 وكشوت زويرة 36 و تندوف 38 درجة النشر انتهت وهذا تذكر لهم ما جاء فيها تابعنا ضمن نشرة الليلة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس اليوم بمركز المعارض محمد السادس نهائيا نسخة السابعة من الجائزة الكبرى لصاحب الجلال الملك محمد السادس لتوريد للمنظمة في إطار الدورة الخامس عشر لمعرض الفرص الجدد ورئيس الحكومة السيد عزيز خنوش يمثل صاحب الجلال الملك محمد السادس في القمة التاسعة عشر الفرانكوفونية ويجري مباحثات مع رئيس الموريتاني محمد ولي الغزواني ومع عدد من المسؤولين والمملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتاً بقرار محكمة العدل الأوروبي الصادر أمس بخصوص اتفاقيتين الفلاحة والصيد البحري مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسترة وفد قبيلة ترقبات المشارك في موسم المولى إدريس الأزهر يقوم بزيارة لضريح محمد الخامس الطاقة من الصحفي والتقني لهذه النشرة يشكركم على حسن المتابعة وإلى الملتقى بإذن الله اشتركوا في القناة